مواجهة افريقية مرتقبة ما بين منتخبنا الوطني وغانا ان شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل كل مصر 120 مليون مصري في داخل مصر ويعني ممكن يكون 10-15-20 مليون بره مصر برضو حيتفرجوا على هذه المباراة مباراة الجولة التانية لدور المجموعات لبطولة الامم الافريقية المقامة في كودفور كل الناس بتقول يا رب كلنا زي ما قلت لحضراتكم انبارح كلنا ننتظر الفوز والنصر لمصر يا رب بكرة تكون فرحة لكل الجماهير المصرية يا رب يكون بكرة التوفيق معنا التوفيق مع فيتوريا التوفيق مع بقية اللاعبين يا رب بكرة ان شاء الله صلاح وباقي رجال منتخبنا القومي يكونوا في قمة التوفيق والفورمة الفنية برضو يا رب بكرة حكم المباراة ما يجيش علينا ويدينا حقنا داخل الملعب حتى الان المباريات والحكام ماشيين على بشكل رائع جدا نقول اللي لينا واللي علينا اتمنى ان الحكم يحكم بالعدل في مباراة بكرة هذا الحكم للمرة المليونة هو بقول هذا الحكم له سابقة ليست جيدة مع النادي الاهلي في مباراة السوبر الافريقي عندما لم يحتسب راكل الجزاء واضحة وضوح الشمس لكهرباء ونفس الكرة بالضبط حسبها راكل الجزاء للتعادل العاصمة فبالتالي عندنا بكرة حكم اتمنى يا رب ان هو يكون عادل يدي فريق غانا حقه ويدي منتخب مصر حقه ان شاء الله بكرة بمؤذرة الجماهير والدعم الجماهيري الكبير اللي حكون موجود في كل مكان وعلى سوشال ميديا ان شاء الله ربنا حكرمنا يعني نجرب نشوف شهر يعني نوقف كل حاجة ونوقف كل الاجتهادات وكل الأمور الخاصة بكل الأندية ونتكلم دايما على منتخبنا ونوقف وراء منتخب بلدنا ونبطل انتقادات وقراء سلبية ومحبطة وندعم اللاعبين ان شاء الله مواجهة غانا زي ما قلت لحضراتكم هتكون البداية للفرعنة في هذه البطولة يعني انا نبلح قلت لكابتن ماهر كابتن ماهر همام كان ضيفي في الفقرة الاولى قلت لكابتن ماهر احنا هنعتبر ان احنا موجودين بقالنا 8 يام في تسحل العاج هنلعب اولى مباراة كاس الأفريقية بالنسبة لنا كمصر بكرة ان شاء الله طب ماتش موزنبيخ نعتبر انها كانت مباراة ودية وتعدلنا فيها اتنين اتنين مع موزنبيخ لانه كل اللي بنطلبه ان احنا نكسب مباراة بكرة ان شاء الله كل اللي بنطلبه من اللاعبين ربنا يكرمنا في مباراة بكرة وربنا يكرمنا في مباراة يوم الاتنين القادم امام كافردي وربنا يكرمنا ونكسب ونصعد بالست نقاط او بالسبع نقاط ان شاء الله هو ده اللي همنا هو ده اللي همنا في ظل إن شاء الله يحصل أداء وعدالة تحكمية على ملعب المباراة هو ده الحكم هذا الحكم ظلم النادي الأهلي ظلم واضح وبين مرة تانية الحكم الجابوني إتشو هذا الحكم ظلم النادي الأهلي ظلم بين ظلم واضح الأهلوية وغير الأهلوية شافوا إن هذا الحكم لم يحتسب ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس لكهرباء فيا رب بكرة عم إتشو ربنا يكرمك وتعمل مطش كويس هو ده اللي همني العدالة الواضحة العدالة اللي يجب أن تكون متواجدة مع الجميع يا رب مستر روي فيتوريا أكيد يعني أكيد انتهى من وضع جميع النقاط للمباراة عالج النقاط السلبية مليون في المية لأنه أداء منتخبنا الوطني في مباراة موزنبيق كان هناك أداء سلبية لو حد جي سألني وقال لي إسلام أنت متفائل ولا لأ هقول أنا متفائل وجدا وأتمنى أن كل الناس تكون متفائلة لأن إحنا نقدر وعندنا الخبرات والإمكانيات والإصرار والعزيمة والإرادة أننا نوصل لهدفنا ونتواج مش هدفنا أن إحنا نصعد بالمناسبة هدفنا أن منتخب مصر يتواج ببطولة الأمم الإفريقية محدش فينا عنده فكرة تانية أو غرض تاني يعني إحنا لو صعدنا للدور الثمانية ولا دور الستاشر ده الطبيعي يا جماعة صعدنا للدور الثمانية الطبيعي يا جماعة صعدنا للدور قبل النهاية ما هو ده الطبيعي برضو فإحنا عايزين ناخد هذه البطولة ونبدأ من مباراة بكرة إن شاء الله بكرة المواجهة الخمسة ما بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية التقينا ثلاث مرات من قبل هذه المرة في دور المجموعات ومرة واحدة في المباراة النهائية وحقق الفرعنة الفوز في مباراتين وتعادل المنتخبان في لقاء وفاز النجوم السوداء في مباراة وسجل الفرعنة ثلاثة أهداف وتلقت شباكنا هدفين مباراة بكرة حتشهد تنافس وندية بين اللاعبين المحترفين في مصر وغانا حيث يتواجد عدد كبير من اللاعبين في الدوريات الأوروبية مثلا خلينا نقول لحضراتكم إن في الدوري الإنجليزي يضم المنتخب الوطني محمد صلاح ليفر بول وإنني أرسنل منتخب غانا محمد قدوس لعب وسط ويستهام وأنطوان سيمانيو مهاجم بورثموس وجوردان آيو مهاجم كريستل بلس ده في الدوري الإنجليزي يعني ثلاثة ضد اتنين في الدوري الإنجليزي أما في الدوري الألماني منتخبنا الوطني ونجمه عمر مرموش نجم انتراخت فرانكفورد ويبوى بيلعب في هامبورغ أيضا في الدوري الفرنسي مهاجمنا المصري مصطفى محمد لعب نادي نونت الفرنسي حيلعب أليدو سيدو مدافع كليغ مون فوت ومحمد سليسو مدافع موناكو وإرنست نواما مهاجم ليون دي المجموعة اللي هتلعب الحقيقة سواء في فرنسا يعني فرنسا وإنجلترا والمانيا بيلعبوا ضد بعض في هذه المباراة أيضا في الدوري التركي يتواجد ثنائي منتخب مصر تريزيجي وأحمد حسن كوكا تريزيجي بيلعب في ترابزون سبور وأحمد حسن كوكا بيلعب في بندك سبور وحيلعبوا ضد أليكساندر جيكو مدافع فانار بخشا ودانيل إمارتي مدافع بيشكتاش وكنجسلي شيندلر لاعب سامسون سبور التركي بعض المقارنات دايما اللي بنتكلم فيها في هذا الأرم ترجمة نانسي قنقر